السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكبر غلطة عملتها في الكلية ان انا ماكملتش في الاسي ام انا كنت بدرس حاسبات ومعلومات في جامعة عين شمس وكان عندنا المفروض ان دي حاجة موجودة في اي كلية او اي جامعة فيها تخصص حاسبات ومعلومات اللي هي مجموعات الاسي ام اللي هي المفروض بتدربك وتعلمك او تحسنك في الكمبيتتف بروجرامنج وبتبدأ في الاول طبعا اول ما بتدخل سنقولة كلية ده بيبقى حاجة زيادة يعني المحاضرات والساكاشن والحاجات دي وكان على ايامي بيبقى مثلا كان بيبقى يوم الخميس تقريبا وكان بيبقى 3-4 ساعات او حاجة زي كده الموضوع كان مفيد جدا لان انت كنت بتتعلم البروبلم سولفنج وبتدرب على البروبلم سولفنج بلغة السي بلاس بلاس طبعا لان احنا دي اللي كنا بنبدأ بها في الجامعة في سنة اولى وكان بيبقى مع كل مجموعة كده او اتليست على ايامنا على الاقل يعني كان بيبقى معنا منتور كان معنا شخص مثلا من 3 جامعة تقريبا وكان بيساعدنا بقى في ان هو ازاي نفكر في المسألة وازاي نحل المسألة كان بيدونا محاضرة بيشرحوا مثلا كونسبت جديد او مفهوم جديد او ازاي نستخدم حاجة جديدة في سي بلاس بلاس حاجات كنت الواحد بيخش بعد جدا الساكاشن وهو في سنة اولى بيلاقي ان هو سابق المنهج بتاع الكلية بكتير وكان بيشعر بالسعادة وان هو بيشعر ان هو متقدم وان هو فاهم الدنيا وكده ماكملتش الموضوع الصراحة اهتكاسولا مني نبقيت بقى يوم الخميس بعد كده انت اول ما بتخش كلية في سنة اولى يعني بيبقى ايه ده انا داخل كلية وعايزة التزم بقى ومش عارف ايه وماشي على نهج معين كده بعدين بتبتدي تفهم الدنيا ماشية ازاي وازاي ممكن تماشي الامور فبتبتدي بعد كده بقى حسب شخصيتك طبعا يعني لا انصح بهذا يعني بس انا كنت ابتديت اللي هو ايه بس استم الدنيا بطريقة معانا ومش بروحه الكلية كتير اوي يعني وكنت يوم الخميس طبعا ان انا يوم الخميس بقى بتاع الخروجات وبتاع اعود بعد الكلية كمان نشاط زيادة فسبت الموضوع ده خالص وده لان انا كنت شاب يعني صغير بقى لسه مش فاهم قد ايه الفايدة اللي هتعود علي لو كنت كملت في الاسي ام ده طول الوقت اللي كنت فيه في الكلية فالنصيحة لو اي حد في مكاني يعني وبيدرس حاسباته معلومات في كلية في جامعة مايسيبش الاسي ام ده يروح يلزق فيهم لو لسه هو بنفس مستوى يعني متأكد ان الناس الناس تقدمت وبيت احسن كمان والموضوع بقى اقوى واقوى فدي فرصة كويسة جدا ان الواحد فعلا يلاقي ايه ناس تساعده لان انت ان يكون معاك منتور لو الموضل لسه نفسي ماشي بنفس الشكل في الاول ده بيساعد جدا جدا على ان في واحد عنده خبرة مر خلاص بالحاجات دي يعرف افضل طريقة ان هو يوصلها ويحل المشاكل دي ويفكر فيها وكل حاجة بتتعلق بقى بان هو يوصل لك المعلومة دي بافضل طريقة ممكنة ويعلمك ويخليك تستفيد من خبراته اوعى تسيب في حاجة زي كده لو موجودة طيب الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها في اخر 20 ثانية في الفيديو ده هيطلع هنا على الجنب او هنا غالبا هنا هيطلع فيديو سري ما ظهرش لكل الناس ظهر بس للناس اللي هي خلصت الفيديو بتاع انبارح للاخر اللي هو الفيديو اللي كان بيتكلم عن لا تبدأ بهذه اللغة وكده فالفيديو ده هيطلع لكم في اخر الفيديو ده كان الفيديو ده بيكلم عن تفاصيل الدورة الجديدة وحابب اقول عمتا في الفيديو ده دلوقتي ان اول جزء من الدورة الجديدة اللي هو بيعلمك اساسيات سكراتش وازاي تستخدم سكراتش وبيعلمك كمان او بيقدمك لشوية مفاهيم برمجية بطريقة لذيذة كده انت مش بتحس بيها بقى متاح مجانا دلوقتي كله على الموقع هتلاقي الرابط بتاع الموقع في الوصف تحته في اول كومنت الجزء ده حوالي ساعة ونص ممكن تخش تاخده وتتفرج عليه كله بالمجان التالت حاجة مهمة ان انا بكرا ان شاء الله هطلع لايف الساعة 11 بعد المتش بكرا ماتش الاهلي والزمالك في مصر بطلت اتفرج على كورة يعني اتكلم عن مصادر مجانية كتير قوي غير الدورة ممكن تتعلم بها منها البرمجة اتكلم عن ايه الفرق بين ان انت تتعلم البرمجة من خلال دورة او تتعلم لوحدك وايه الفرق ان انت تتعلم من خلال دورة فيها متابعة ودورة ما فيهاش متابعة وازاي تستفيد من المصادر المجانية الموجودة بافضل شكل ممكن هتكلم عن الجدال بقى اللي الناس بتخش تعمله بسبب الفيديو بتاع انبارح ان لما واحد يخش يقول لا ما تبدأش باللغة دي ويبدأ باللغة دي انا مبارح ما قلتش يبدأ باللغة معانة انا مبارح قلت ما تبدأش باللغة الكذا لو انت مبتدق وتعريف المبتدق بالنسبة لي الشخص الذي يستخدم جهاز الحاسوب ليدخل على يوتيوب وفيسبوك ويفتح شوية صور وملفات ويلعب جيمز ويتفرج على افلام ده المبتدق بالنسبة لي اللي مش هيدرس الموضوع بطريقة بتخصص في جامعة او في كلية اللي مش هيدرس الموضوع حيبقى فيه حد بيرشده وبيعلمه اللي حينطلق مع نفسه وهو ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع انا بقول للشخص ده ما تدرس باللغة الفلانية لانها البريروف انتري بتاعها اصعب بكتير يعني ان انت تعرف تدخل وتستخدمها وتطبق بيها بسرعة اصعب بكتير من لغات تانية موجودة ده اللي انا قلته ولكن الناس بتحب تاخد الحاجة ببرا الصياق وده اللي انا قلته من خلال تجربتي برضو اللي ممكن تخش تشوفها على لينك دين خلاص انا مش هيدر الكلام تاني ولكن الناس برضو مصمما ان فيه عايزة تعمل جدال وخلاص وفيه ناس تانية محترمة جدا دخلت كتبت تجاربها ودخلت كتبت وجهت نظرها وتناقشت معاهم كنا لهم كل الاحترام والتقدير وحاجة عظيمة ويا ريت المناقشات كلها هتبقى كده يعني الواحد في الاخر هدفه ان احنا كلنا ايه تفكيرنا ويعني طريقة النقاش بتاعتنا تتطور شوية وان احنا كلنا ان شاء الله نتطور مع بعض فنتكلم بكرة في اللايف عن حاجات بقى كتير قوي رغي كتير هنقض براحتنا بقى انا اول مرة اعمل لايف وانا اصلا رغاي فيعني هنتكلم براحتنا وكل اللي عنده اسئلة عايز يتيجي يتفضل هينورنا يعني واشوفكم بكرة وتاني بكرر نصيحة الاسي ام يا جماعة لو انت في كلية ما تسيبوش فعلا واي دورة كويسة سيبك مني خلص اي دورة كويسة تلاقيها امسك فيها بايدك وسنانك الدورة الكويسة دي وابدأ فيها وخلصها للاخر ما تقعدش تتنطط بين حاجة والتانية والتالتة لان فيه ناس ده تدخل بسبب الفيديو بتاعة برح تقولي طب ده انا بدأت باللغة اللي انت بتقول ما ابدأش بها دي ولاقيت نفسي ماشي فيها كويس اسيبها بقى كده ولا يا عم ليه انا بقول بالعكس بقول المعظم ان اللي هيبدأ باللغة دي وهو الواحد وخالص ومعندوش خلفية سابقة او معندوش حد بيعلمه حياجد فيها صعوبة المعظم بس في حالات ما بيحصلش معا كده انت كنت من الحالات دي الحمد لله كمل وانطلق انت كده بداية عظيمة كورس CS50 كورس CS50 يعني مش محتاج ان انا اتكلم عليه اصلا انا بحب بعض اتفرج على كورس CS50 دي حاجة ما فيهاش كلام الراجل اللي بيشرح موهبة عظيمة في الشرح وتقديم المعلومة وربط الافكار الكورس ممتاز جدا لأي حد مبتدئ اي حد الانجليزي بتاعه معقول يقدر يفهم فيه ناس شرحة الكورس بالعربي على اليوتيوب بس الفكرة ان الكورس مش اسهل حاجة فيه ناس تقدر تمشي فيه بسهولة تمام مفيش مشكلة انطلقوا روح جرب الكورس ما هو كده كده مجانة نشوف هتمشي فيه ولا لأ عافر فيه حاول فيه لابتدت تلاقي ان هو صعب وانت مش ماشي معاه او هو مش ماشي معاك دور على حاجة تانية بس الحاجة اللي تبدأ فيها امشي فيها شوية حط فيها مجهود شوية ما تعدش تتنطط من حاجة التانية ولو بدأت في حاجة خلاص ومشيت فيها ما تسيبهاش اتفقنا ان البرمجة كبرمجة لازم نعرف ايها البرمجة وايه الفرق بينها وبين لغات البرمجة البرمجة هي اننا ابقى قادر افهم شوية مفاهيم كده معينة وكونسبت معينة ازاي بربطها مع بعض عشان اطلع برنامج بينفس حاجة معينة ماشي هي دي البرمجة المفاهيم بتاعتها بتتكتب بلغات مختلفة لو انت بدأت بلغة معينة وخلاص فاهمها وعارف تطبق المفاهيم دي انطلق في اللغة دي واعمل بيها شوية مشاريع واعمل بيها شوية problem solving وحل مسائل لحد ما تلاقي نفسك ان انت عندك ثقة وبتعرف تنفس حاجات لوحدك عايز بعد كده تتعلم اي لغة تانية مفيش مشكلة انطلق يبقى عندك هدف تشوف انت بتتعلم اللغة دي ليه في مجال معين عايز تخشه بتتعلم جوافا سكريبت عشان تدوس في الweb development تتعلم python عشان تدوس في data analysis او data science او back end في الweb development برضو او machine learning او artificial intelligence على حسب المجال هتتعلم c و c plus او c plus plus مثلا او c sharp عشان الجيم development هتتعلم c عشان عايز تبرمج بقى اجهزة ومش عارف ايه وchips وحاجات كده شوف انت عايز ايه بس اهم حاجة تعرف ان الفرق بين مفاهيم البرمجة الاساسية اللي ممكن تتعلمها باي لغة واهم ما انا شيء بالنسبالي بيبقى للمبتدئ ده اللي هو مع نفسه خالص بدون خلفية سابقة وتخصص ان هو بس احطه على اول الطريق بطريقة سهلة ما اتنفروش من الموضوع ماشي مفيش طريقة واحدة صحيحة كده اللي هو مفيش كاموس مكتوب فيه الطريقة الصحيحة لتعلم البرمجة كذا 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 كل واحد ممكن يبقى عنده منهجية مختلفة مبنية على خبرته ووجهة نظره والdata اللي شافها قدامه وتجربه اللي هو عملها مع الناس التانية ونجحت وعلى اساس كل هذه العوامل بيحدد وبيقول دي الطريقة يا جماعة اللي انا شايفها صحيحة والله الطريقة دي اثبتت نجاحها مع ناس تمام مفيش مشكلة ممتاز ياريت يبقى فيه تجارب يعني كتير من الامثلة دي اللي بتنجح مع الناس عشان يبقى فيه عداد اكتر واكتر بتتعلم البرمجة لان احنا محتاجين البرمجة في العصر اللي احنا فيه ده فالموضوع مش مقتصر على ان شخص واحد بيعمل كورس عشان يبيعه او بيعمل فيديو عشان يتشاف اكتر او 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 ياريت الموضوع ما يبقاش مقتصر على كده بالعكس كل حاجة موجودة فيه ناس كتير جدا عظيمة واعظم مني بكتير واحسن مني بكتير وعملين حاجات ممتازة خبرات اكتر مني سنين اكتر مني اكبر مني تجارب اكتر مني ما فيش مشكلة خالص بالعكس ده انا كمان اتعلم منهم فانا بعرض اللي انا شفته وجربته وعملته الناس التانية اللي بتختلف بنخش ونتناقش وما فيش مشكلة خالص عادي فيه طرق كتير لتعلم البرمجة اهم حاجة ان انت تتعلم ولو لقيت صعوبة في التعلم ادور على الطريقة اللي تنسبك ودوس فيها شوف انت شخصيتك بتمشي ازاي بتعرف عادي تتعلم لوحدك بتحتاج دورة تكون مرتبة ونظمة لا بتحتاج حد يقض على رأسك ويبقى معاك لا بتحتاج متابعة بسيطة كده بس لو احتاجت اسئلة وحاجة يبقى فيه حد يرد عليك انت عارف شخصيتك انت اكيد تعلمت حاجات قبل كده ماشي شوف لما كده بتيجي تتعلم حاجة جديدة بتستقبلها ازاي او موقفك منها بيبقى عامل ازاي وعلى اساسه جرب الحاجات المتاحة المجانية اللي الناس مجمع عليها انها كويسة ماشي ولو لقيت ان هي صعبة في مرحلة الماء او معرفتش سويتش الحاجة تاني او هتبقى على الال اكتسبت خبرة ايه الصعوبات اللي انت بتواجهك او ايه الحاجات اللي انت مش قادر تمشي فيها فلما تيجي تدور على حل بديل تبقى عارف والله الحل البديل ده لازم يكون بيقدم لي حلول للمشكلة اللي انا عندي اللي انا خلاص عرفتها من خلال تجربتي عشان كده بقول اي حد حيبدأ بأي طريقة حيتعلم ان شاء الله لو ما وقفش تعلم او لو ما استسلمش الواحد بس بيحاول ان هو من خلال اللي يعرفه يقول والله انا يا جماعة وجهة نظر ان دي اسهل طريقة انا عملت حل او سلوشن ان دي تكون اسهل طريقة من خلال المشاكل اللي انا شفت ان المبتدين بيقعوا فيها بس هو يعني انا رغيت كتير قوي بس ارجو ان كده الفكرة تكون واضحة هنستفيد بقى ارجو الناس تكون لذيذة كده في الكومانتس ونتناقش وناخد وندي ما بقاش بكتب كومانت عشان اهجم او بقى بكتب كومانت عشان اقول انا صح وخلاص لأ هنتناقش وان شاء الله افضل نوصله وان شاء الله نعرض تجاربنا كلنا عشان كل الناس اللي بتخش تقرأ الكومانتس دي تبقى بتتعلم منها فعلا مش قاعدة بس بتاكل فشارو وبتتسلق انها بتشوف يعني اخناقت مش عارف مين ومين بقى والحاجات بتاعت اليوتيوب دي يلا السلام عليكم